هل ورد دليل على سنية تغيير المكان بعد صلاة الفريضة إلى صلاة السنة راشد بارك الله فيك ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغيرون مكان صلاتهم بعد انتهاء من الفريضة وينتقلون إلى مكان آخر وجاء في حديث معاوي رضي الله عنه وهو حديث صحيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم أو يخرج أخذ منها بعض العلماء على أنه يعني ينتقل إلى مكان آخر ويستدلون بعمومات النصوص في قضية شهادة الأرض للإنسان يوم القيامة و يعني الأكثار من المواضع التي يتعبد الله عز وجل فيها شكرا 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 شكرا